السلام عليكم. وعملين ايه? كل سنة وانتو طيبين. اول بقى يوم من ايام العيد. يلا نجهز مع بعض الغداء بتاع العيد النهاردة. اول حاجة هجهز الخلطة بتاعت المنبار. هعمل النهاردة فتة ومنبار. شوفوا بقى انتم الطريقة دي. هتعجبكم قوي بجز. هنعمله كمان لها المنبار ببس. اول حاجة هحطت كوب بيتين روز مخسولين. وحطت عليهم دي صلصة متذبكة. عملها ببصل يعني ومتذبكة على النار. وهحط كمان معلقتين صلصة عادية. عشان اللون يعني. وهحط كمان معي بصلوية متقطعة. ومعي خضرة زي اصلا كانت متفرزة في الفريزر طلعتها كده. حطيت بقى البصلوية وحطيتها الخضرة. شايفين? لازم البصلوية الناية زي حتى لو انت حتى بصلة في الطماطن. بس زي بتيدي لها طعم حلو قوي. خلاص. هنقلب بقى حاجات دي كلها كمان نحط التوابل بتاعتنا. زي توابل المحشي عادي. يعني شوية ملح. وشوية كثبرة وكمون وفلفل اسود وشطة. ممكن تجيبوا فلفل حامي اللي هو الاخضر وتقطعوه مع الخلطة. بس انا مردتش يعني. حطيت بس سنة شطة صغيرة عشان لو في اطفال او حاجة. خلاص. نحط كثبرة وكمون وفلفل اسود وحطيت كمان شوية شطة. ممكن تحطي بابريكا لو عايزة. او تحطي بهارات مشكلة عادي. خلاص بس هي طوابل عادية جدا زي طوابل المحشي. نقلب بقى. انا اصلا المنبار جايبا وغسلية من الضهوة حلو قوي. كنت شايلة في الفريزة. من قبل العيد يعني. طلعته بقى فك وغسلته كمان غسلة تانية. وصايبا بقى في طبق. اجهز الخلطة عشان نحشي على طول. نقلب بقى الخلطة دي كده كلها مع بعضها. انا قلبت لقيتها لسه محتاجة شوية طماطف فزودت مع رقتين سلسة. خلاص. نقلبها بقى كده كويس بس بحيس ان كل كل حاجة تخترت مع بعضها الرز بالتوابل بالسلسة بالخضرة. تبقاش كل حاجة كده في ناحية الوحدة. قلب بها كويس. من تحت الفوق كده واحدة واحدة. خلاص والمنبار جايز معي. زي ما قلت لكم. هجيب بقى طبق كده. وحط في شوية رز على جمب. ونحشي واحدة واحدة. عشان لو تبقى منك رز. ما يتزفرش من المنبار. يعني خدي كده شوية بشوية. يخلص تغذي تاني. عشان ما تزفرش الخلطة كلها. بس هو الرز جيب الزبط على قد المنبار. يعني الحمد لله. بس انت عشان لو تبقى منك حرام يعني ما يتزفرش من المنبار وكده ويترمي. ممكن تستخدميه في اي محشي تاني. تحشي بقى كده بتحطي صباعك ما بين المنبار تفتحي وتحشي. سهل جدا يعني. خلاص دخلي بقى كده بصباعك وكل شوية تروح ينبططه كده بحيس ان الرز ينزل لتحت وتفضي مكانه عشان تحشي تاني. ممكن تدخليه بطهر معلقة برضو. يعني انت خريب ايدك كده او بطهر معلقة بحيس انه يتسهل عليك. وكل شوية تبططي كده عشان الرز ينزل لتحت. عشان تفضي مكان ان انت تحشي فيه. خلاص? وكده كده المنبار لازم نبططه عشان ما يفرقاش منك وانت بتسلقين. لان طبعا الرز بيزيد وبيستوي فبيزيد. فما يفرقاش منك في الماء. فبططيه كده لحد ما يوصل للنص. انت ممكن تسيب المنبار طويل بس انا مقطعه بحس انه كده بيبقى سهل في الحشو. فانت يعني زي ما تحبي. خلاص? انا بوصل للنص. طب بجيب الطرف التاني من الناحية التانية وبكمل حشو من الطرف التاني. بحس انه يبقى اسهل علي. خلاص نفتح برضو ونحشي. وممكن تزوزي معلقتين زيت. بس انا كان السلسل اللي كانت متسبك كده فيها زيت. بس انت ممكن تحط زوزي كمان معلقتين زيت عشان يستهل عليك الحشو كده. يتزحلق ويدخل في المنبار بسهولة. خلاص? دخلي بقى كده هو يعني سهل جدا مش محتاج اي حاجة. طب التصيب بقى كده كويس. وخلاص هلف بقى من الناحية التانية وكمل حشو من الطرف التاني. شايفين بفتح بصباع كده مش بقمع بقى ولا اي حاجة هو سهل جدا. لو حابة برضو تستخدمي معلقة سهل عليك استخدميها. خلاص هنحشي بقى كده كويس. ومعي بقى حلة على النار. فيها مياه بتغلي وانا بحش كده. احنا هنعمله منبار ببس وهوريكو هنعمله زيته بيبقى حلو قوي للاطفار هيحبوه قوي وجد بيبقى سهل كده كل واحدة بوحدتها على قد القطمة. وبتبقى شكلها كمان حلو قوي في التقديم. خلاص هنخلص بقى حشو منبار ببس على كله. ونشوف بقى هنعمل ايه. وشايفين اهم حاجة لازم تعطي تبططي كده. نعمل بقى اللحمة بتاعتنا معيه حلة على النور وفيها مياه بتاعت اسخن وحطيت بصلايا. حطيت وراء لورة وفلفل اسوى. ولو عندك حبها هنحطي بس ان الاسف ما كانش عندي. يعني التواب اللي انت بتحبيه. ننزل بقى اللحمة كده واحدة واحدة. نسقطها في المياه. وننزلها بقى على النور. دي اول حاجة حطيتها على النور عشان هي بتاخد اكتر حاجة بتاخد وقت يعني. انا عمضتها اللحمة بتاخد سلق يعني ساعة ونصف ساعتين ساعتين اللي ربع كده يعني. عشان بحبها تبقى مستوعية كويس. ديتها بقى على النور. تستويب راحتها واي رمية طلع منناها بتشيلي طبعا وبترمين. حطيت بقى حلة عن نور فيها مياه وبرضو حطي فلفل اسود وراء لورة وبرضو لو عندك حبهان تحطي حبهان دي بقى للمنبور. خلاص. حطيت كمان انا ارق لورة وهوريكو بقى هنعمل المنبور بوبس ازاي. هو المفروض ان انت بتجيب دوبارة بس انا ملقيتش. انا عملت كمية خلاص وسبت ديش انا ووريكو بعملها ازاي. فانا استخدمت خيط عادي. يعني زي الخيط لو لما مسلا بيجو يحشو الحمام وبيخيطه وكده فاستخدمت خيط عادي. بس اهم حاجة يكون الخيط مش لونه ابيض يعني اي لون غير الابيض. عشان تعرفي بس اللون. ومتفرقين من المنبورة عشان لما تيجي تشريه بعد السوا. ده كان خيط لون وبينكو ممكن تستخدم اي لون بقى اسود اي لون كده يكون ظاهر غير الابيض. ونربطه انا ربطت ربطتين. بحيص ان هو مايفكش معاك. ومافكش ورا اي حاجة وهتشوفه دلوقت سيو احنا شغالين. وعادي يعني بنتصرف وما رقيناش الحاجة مش بنوقف نفستانة عليها. يعني انا ملقيتش الخيط بتاع الدبرة ده وبيكون خط تخين كده وعريض. بس انا ملقيتهوس. خلاص بتربوسي بقى كده ايه بتاخدي حبة كده بتكوريهم. وما تخافيش هو اصلا لما بيستوي هو الرز طبعا بيزيد في بياخد الشكل الدايرة. وكمان اه هو المنبور بيقفل بقفل على نفسه او ما بينزل في المياه يعني بتلاقيه لما كده حتى الاطراف بتلاقيها لما توقفل. فما تقلقش خالص هو بيتزيبت لوحته او ما بينزل في المياه وبيستوي. انتي بتاخدي شوية بشوية كده على قد الكورة على قد حجم الكورة اللي ساعة او زي. ونتروح يمسكيها بقى ربط عليها الخيط. خلاص وتربوسي الخيط كويس عشان ما يفكش منك في المياه ومع التقليب وكده. ربطي بقى ربطتين تلاتة يعني زي ما تحب. خلاص وكمان الطرف بتاع المنبور برضو ما يكونش محش رز عشان ما ينزلش بقى في المياه يعني تكون مفردية ساينة كده. خلاص انا طبعا عملت الكمية كلها هناخده بقى وننزله في المياه. والمنبور بياخد مني سلق حوالي ساعة لربح. خلاص هننزله بقى. شايفين هو اصلا او ما بنزل بتلاقي التروف بتاعته لمة خلاص. المياه سخنة بتخليه لمة كده على بعضه. شايفين? وزي ما قلتلكم بيعود حوالي ساعة لاربع عن نار. بعد كده بتشوفي الرز ستاولا لأ او بتدخلي في شوكة بتشوفي هو ستاولا لأ. خلاص هندخل بقى اللي بعده. نعمل بقى السلسة. نجيب حلة كده حطيت معلقة سمنة حلوة. وانزل بيها معي نص راستوم. هننفروم كده فوق على السمنة. ومش بخلي التوم ياخد لون خالص ولا يصفر ولا اي حاجة. هو يا دوبك بس راحة التوم تطلع. وياخد لون اشقر فاتح كده. يعني ما تخليهش يصفر قوي زي التومة بتاعت التاشرة الملغية. عشان ما تبقاش حمية. يا دوبك هو بس راحته تطلع ويبقاش هر فاتح. وخلاص نديلها تقلبتين تلاتة كده في السمنة. وبعد كده هننزل عليها بالخلف. قد نصف انجان خلف. خلاص. وننزل بقى بالطماطم المضروبة مع صراف الخلاص. لما استخدمتش اي سلسة طماطم اللي هي الجسم. عملتها طماطم فرش بحس بتبقى طعمها احلى. وكنت حتى مع الطماطم هي بتتدرب في الخلط مع علاقة سكر. خلاص المنبار بقى استوى. شايفين بتدخلي في الشكر وتلاقيها بتدخل بسهولة. وممكن كمين تدقي من الرزل. شو بيستوي ولا لأ. هنطلعوا بقى اول ما المنبار يستوي تطلعيه في طبق بره. ما تسيبهوش خلص في المياه بتاعته. نطلعه ونسيبه واحدة وبعد كده هنقطعه بقى. نوريكو هنقطعه بس لازم تطلعيه. عشان لو قاعد في المياه هتلاقيه باش وهتلاقيه نفش كده وعجل منك ومش هيبقى حلوة خلص. يعني خلاص اول ما تدفي النار تطلعي بقى من الشربة بتاعته دي. تحطيه في طبق بره. نسيبه واحدة وبعد كده هنقص قصه. شايفين? زي عقد اللولي بالضبط. شكله بجد تحفظ. وفي تقديم حلوة. شايفين الجمال ولا الخط فك ولا اي حاجة. والتماطم بقى انا قلتها علانة كبيرة اللي كان عليها المنبارة عشان تتسبك اسرع. خلاص وقت المنبارة هن. بصوا هنقص قص كده بمقص ممكن تستخدمي سكينة عادي. شايفين الخط اصلا بيطلع الواحدة بكل سهولة. وكمان اللونه باين فانتي عارفة تشوفيه كويس. اولو انتي بتقطعي وتروحي شايلة كده على جنب. وكمان الخط اصلا بيشبك في المقص وانتي بتقصي يعني بتلاقي مسك في المقص. يعني بيطلع بكل سهولة مش هيغلبك ولا اي حاجة. وما قفناش بقى نفسنا على دبارة او مش دبارة عايزي. احنا بنتصرف بالمتاح عندنا. الشطرة بتغزل برجلة حمار عايزي. خلاص بصوا الخيط. شوفوا بقى الاطراف لزي كده يكون فيها خيط ماسك او حاجة. تطلعوه. عشان بس ما يجيش في بقى حد. شايفين ده طرف كده احنا كنا سايبينه في واضي. ده اسقاطي عايزي برضو. بصوا بكل سهولة بيتعامل معاكو. الاطفال هتحبوا قوي بجد. وكمان هو يعني كده اسهل في الاكل يعني يضبك على قد الاطمع. طبعا المبار لو انتي عملت اويل او كده. تغذي القطمع وتلاقي الرز بقى فرفت منك ويقعد يدلدأ هنا وهنا. وبالذات معا الاطفال بيبقى صعب شوية في الاكل يعودوا يقعوا الرز اللي جواه فكده بيبقى حلو واسهل بكسير. خلاص هنكمل بقى اسقاط المنبار كله. انا عايز اقول لكم كمية ذي كان ربع كيلو. يعني المنبار ده كان ربع كيلو. خلاص انا بقى عملت النهاردة فتة ومنبار قولوا لي انتم عملت اي في ناس عملوا رؤاء في ناس عملوا فتة بالكوارع بس طبعا كله عمل فتة يعني الفتة هي الاساس. دي بقى سبتها طويلة عشان جوزي كده انتم عارفين الرجالة ما بيحبوش الافتكاسات بقى هو الحاجات دي. اسطروا كده كم واحدة طوال. خلاص. فنركينه بقى على جنب الحد اما نحمره. ونشوف هنعمل ايه. فباقي الوصفة بتعامل. شايفين? صغرنا ده مجدب حلو قوي. نعمل بقى الرز بتاعنا. حل على النار. حطيت برضو شوية زيت. وهنحط بقى سامنة بلدي. استامنة بلدي زي احنا عملناها في البيت مع بعض. نعملها من القشطة. بنجمع القشطة بنعمل وش اللبن ونعملها. كان عاملها في فيديو ونزلها عنديها قناة. لازم زيت ولازم سامنة. الزيت بيخلين فلفل. واستامنة البلدي طبعا بتخلي الطعام متحفة وفي حتة تانية. الرز بقى مخصول. ونصفيها. ننزل بقى كده بالرز. واهم حاجة عشان الرز زيت اللي عم فلفل معاك. تديره بقى تشويحة كده في الزيت وفي السامنة. تخلي كل الرزاية تتشمع كده بالزيت والسامنة عشان بتبقى كل الرزاية برز زيتها وما يبقاش معاجل منك. وبردو تخلي بالك عشان ما يتحمصش الزيت عن اللزوم او يحروق او ياخد اللون لو بيبقى اصفر كده. عشان ببقى نشف. ننزل بقى بالشربة انا حطيت مالح وفلفل اسود وورقة اللورة بس هي ما ما تصورتش انا مش عارفها ليه. فهننزل دلوقتي بالشربة. هحط نص الكمية شربة من شربة اللحمة اللي احنا سلقناها. وهحط النص التاني مياه مغلية في الكاتخ. ومش بنحط كله شربة عشان مياه ما تعجنش لان الشربة لما بتبرد انتو عارفين تبقى فيها الدسم بتاع اللحمة. فبتكلكع كده وتبقى تقيلة. تخلي الرز بتاعك معاجل. فانتي بتحط نص الكمية شربة والنص التاني مياه سخنة مغلية. خلاص نزبط بقى المياه بتاعتنا كده. ونغطي ونهضي النار ونسيبه بقى يستوي. خلاص. ما تنسوش طبعا تحطوا الملح والفلفل وورقة اللورة. نحط برضو شوية فلفل ومالح كده على الصوصة بتاعتنا. هي تسبكت خلاص. شايفين قلت للنص وشايفين بقى التحفة. وهوريكوا الكوام بتاعها دلوقتي احنا بنغرف. هتشوفوا عامل ازاي. بصوا. طح. غير بقى طعمها كان رهيب. نعمل بقى الطاشة. الطاشة دي هنستخدمها على العيش. انا محمصة عيش. هنستخدمها كمان على وش الفتة. بدي طعم تحفة. هنحط برضو شوية زيت. انا ماردتش بقى استخدم سمنة كفاية قوي سمنة لحد كده. عشان الاكلة هيبقى تزيل قوي. نزلت شوية زيت. وحط عليهم بتاع اربع فلسوس طوم. برضو نفس الكلام. هنخلي الطوم بس راح تتلع وياخد لون فاتح. مشان تخليه بقى يتحمر ولا هياخد لون اصفر ولا اي حاجة. خلاص. نديره بقى تشويتين كده في استمنة وبعد كده هننزل عليه بمعلقتين كبار من الخلق. الطاشة دي بقى ممكن انت بتسقيها للعيش. هتزاوديها كبشتين شربة وتسقي بها العيش. ولو على وش الفتا هتزاوديها شوية شربة وتحطي منها على وش الفتا. تخلي الطعم طحفة. هتزاوديها شوية زيت ومعلقة سمنة في طازة. وعمل المنبار بتاعنا خلاص تبصوا طحفة. تديره رشة ملح ورشة فلفل اسود. ولو عندك بقى رشة بقدونس كده متقطع. شايفين الجمال? طحفة جد. شايفين صغنوني وجميل ازاي? يدوبك على قد الاطمم. ببقى حلوة اوي كمان له عندك عزومة ببقى شكله حلوة. الرز دي بقى حطيته في قالب كده وقلبته. بنحط بقى العيش على الطروف. ده عايش انا محمصة في الفرد. حطيت له معلقتين زيت وحطيته في الفرد. شايفين? بنرسس العيش بقى كده على الطرف. ممكن كده كان احلى بكتير لانه مكانش يعني كان لسه مقرمش وكمان كان شكله احلى. حط بقى الصلصة بصوا بقى الصلصة كومها حلوة ازاي? مزبوطة ولا هي تقيلة ما فيهاش نقطة ثويل ولا هي بقى ايه? صايصة خالصة مليانة مية. شايفين? طحفة. بجد انا بحب صلصة الفتة زي قوي. بحب ازودها يعني على الرز بحبها تبقى بزيادة. بحط كمان الطاشة بقى بتاعتنا. شايفين? طاشة زي بتخلي الطعم يروح في حتة تانية. وينزل كمان باللحمة. انا حمرت اللحمة طلعتها خلاص وحمرتها. برضو في معلقة ثامنة ومعلقة زيت. امش قادرة اقول لكم بقى على جمالها. وطبعا من ايديكو هتبقى احلى بكتير. انا متأكدة. مع المنبار قولولي بقى انتم النهاردة. اكلتوا ايه? عملتوا فتة ولا عملتوا رؤاء وعملتوا ايه جنب الفتة? اقولولي في الكومنتين. وتسلم ايديكو كلكم. وكل سنوانتو طيبين. هتوحشوني ايه واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.